موسيقى ولو أنها القضايا كثيرة تتعلق سواء تعلقت بالمنتخب الجزائري بتصفية كأس أمم إفريقيا وما حدث وما يحدث لمنتخب التونسي بتصفية كأس العالم الخاصة بمنطقة آسيا وما يحدث أيضا للمنتخب السعودي بالدرجة الأولى مباريات الأوروبية مع دوري الأمم الأوروبية عودة النشاط الكروي هذا الأسبوع بعد فترة التوقف الدولي اليوم اخترنا الحديث عن قضية اسمها كيليان بابي لا تتعلق بباليسان جرما ولا تتعلق بالريال ولكن تتعلق بكيليان بابي الإنسان مبابي بالتذكير كان اعتدر من المدرب الفرنسي ديدي ديشون عن المشاركة في مبارتي الأسبوع الماضي في دوري الأمم الأوروبية أمام إسرائيل وأمام بلجيكا ديدي ديشون وافق على عدم مشاركة كيليان بابي مبابي استثمر في الأمر سافر إلى سويت كانت له صهرة هناك في السويت بعدها مباشرة تم فتح تحقيق في سويت بعد شكوى تقدمت بها فتاة إلى السلطات الأمنية في سويت تتهم فيها كيليان بابي لا تتهم فيها أو تشتكي من اعتداء جنسي حدث لها صحافة سويدية ربطت ذلك بكيليان بابي مبابي في الأول أو محيطه في الأول رفض التعليق على الموضوع وأبعد كل الشبهات المتعلقة به ولكن صبيحة الخميس أعلن محيط مبابي بأن مبابي نعم كانت له علاقة جنسية مع فتاة سويدية ولكن ينفي بأن يكون هناك أي تحرش أو عنف مارسه كيليان بابي كل وسائل الإعلام منذ البارحة في فرنسا وفي أوروبا وفي إسبانيا تناولت الموضوع من مختلف الجهات مبابي يعيش ضغوطات كبيرة جدا نقدل كثير أيضا موجودة في القضية ينبابي في الأول حاول أن يربط ما سماه ومحيطه بالإشاعة يربطه بمشاكله مع باريس أنجرما وقال بأنه كان عندي لقاء مع الرابطة للحديث عن خلفية مشاكله مع البي أجي ومطالبته بخمسين مليون يورو من إدارة باريس أنجرما هو محيطه تحدث عن أو أخلط بين هذه القضية وقضيته مع فريق باريس أنجرما والرابطة الفرنسية بشكل غير مباشر أيضا إدارة باريس أنجرما عن طريق محيطها قالوا بأننا مستوانا أعلى من أن ننتقم من كليانا مبابي أو نمارس ممارسات لا أخلاقية ولا رياضية مبابي في نهاية المطاف أقر عن طريق محيطه عاد لي مدريد استأنف التدريبات الاثنين الماضي والقضية تبقى مفتوحة بين ممارسة عنف من قبل كليانا مبابي أو علاقة بالتراضي بينه وبين الفتاة السويدية تحقيقات متواصلة إلى حد الآن ولكن يبدو أن كليانا مبابي صار مؤسسة كبيرة جدا سواء عن طريق محاميه أو عن طريق المحيطين به بقيادة والدته مؤسسة كبيرة جدا يبدو أنها بدأت تتأثر منذ انتقاله إلى مدريد ننتظر التدعيات هناك في مدريد كيف سيكون رد فعل إدارة الريال حول التحقيقات وكيف سيكون ردها بعد التحقيقات وثبوت التهمة من عدمها ولكن مبابي أقر بأنه ما لسا علاقة مع فتاة لا ندل إن كانت هي نفسها التي اشتكت إلى القضاء السويدي أم لا القضية تبقى مفتوحة وسنعود إليها في حينها اخترنا هذا الأسبوع أربعة أسئلة لمتابعين طرحوها في مختلف المجالات وستكون مفتوحة خلال الأسبوع المقبلة لأسئلة أخرى نتمنىها في الصميم حول حداث رياضية لعبين ومدربين وأنديا ومنتخبات نستمع لي السؤال الأول الذي يطرح علي حول تغيير نظام المنافسة في دورة عبدالأوروبا أعتقد بأنها محاولة من محاولات سابقة من الاتحاد الأوروبي في إعطاء نفس جديد لمسابقاته الأوروبية سواء على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات أكيد كانت فيها دراسات وفيها أهداف أيضا من خلال تغيير نظام المنافسة تتذكر جيدا منذ مجي رئيس الاتحاد الأوروبي الجديد الذي استند على الاتحادية المتواضعة في أوروبا من أجل حصول على مزيد من الأصوات من خلال دعمها ومساعدتها ماديا ومساعدت نواديها ومنتخباتها على بلوغ المسابقات الكبرى على مستوى الأندية أو البطولات أعتقد بأن هذا امتداد لذاك رئيس الاتحاد الأوروبي ومنظمة الاتحاد الأوروبي أرادت أن تجرب نظام جديد للمسابقة زاد فيها عدد المباريات سعطيت فيها فرص أكثر لأنديا تصنف من درجة ثانية وثالثة لكي تشارك في المسابقة الكبرى لكن بالنسبة إلينا كمتعة أعتقد بأنها ستكون مع دوري خروج المغلوب ليس في دورية المجموعات الذي بدأ غريب بالنسبة إليكم مثلا أنه فريق تلعب البارسة مع باريسانجرما مباراة لا تكون فيها مباراة عودة أي نعم تبقى الأولوية والأفضلية للفرق الكبيرة التي ستكون حاضرة في دوري خروج المغلوب ولكن أيضا تسمحني الفرق بين قوسين التي تصنف صغيرة بأن تكون حاضرة كذلك في دوري خروج المغلوب ولما لا تحدث مفاجأة هي تجربة جديدة ونظام جديد سابق لأوانو الحكم عليه يلا نستمع بعد ذلك إلى السؤال الثاني أعتقد يتعلق بالمنتخب اللزائري لكرة القناة السلام عليكم حافظة الرجل القدمية الكبيرة بالقناة بينسبورك أنا أحبك بالله أنا محمد بن أسد من الجزائر السؤال هو هل المنتخب الجزائري في الطريقة الصحيح مع المدرب بيتكوفيتش وهل المدرب بيتكوفيتش قادر على تأهل المنتخب الجزائري إلى نهاية لأس العالم صحيح هذه التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 هي الأسهل في تاريخ القارة الصمراء يتأهل الأول من كل مجموعة متكوينة من أربع منتخبات بعد عميرة القرعة التي كانت خدمة المنتخبات المصنفة الأفضل في تصنيف الفيفا بالنسبة للمنتخب الجزائري رغم خسرته في مباراته لكن لا نسبة أنه فاز بثلاث مباريات عنده تسع نقاط مجموعة صارت صعبة بسبب خسرته في مباراته على أراضيه الجزائرية ولكن من خلال التحول حتى لا أقول التطور الذي يشهده المنتخب نعتقد بأنه عنده حضوظ أوفر خاصة بعد ملعب أربع مباريات في تصفية كأسومان أفريقيا تنتظر مبارتين في شهر نوفمبر هذه كلها تحذيرية للتصفيات المونديال التي تستأنى في شهر مارس من السنة الجارية المنتخب الجزائري لم يعد كما كان في أولى مبارياته الودية منذ مديئ بيتكوفيتش أعتقد بأنه فيه تحسن كبير جدا والجميل في المنتخب الجزائري أنه المدرب يقر ببعض النقايص سمعناها بعد مباراة طوغو ربحنا خمسة قال بأنه أنا سعيد بالفوز ولكن فيه نقايص نقايص التي نتحدث عنها كلنا بشكل عفوي سواء على مستوى بعض الخيارات فيما يتعلق باللاعبين الذين يستدعون أو بما يتعلق بالخيارات الفنية والتكتيكية للمدرب أثناء المباريات والمشاكل الموجودة بين قوصين على مستوى خط الدفاع الذي يبقى فيه بعض النقايص أكثر من النقايص الموجودة في الوسط أو في خطة الأجوم أين توجد أين تتوفر للمدرب خيارات كثيرة وكثيرة جدا ولكن في اعتقادي المنتخب الجزائري قادر يتأهل إلى نهاية كأس العالم 2026 لأن المنظومة تشتغل جيدا والمجموعة كذلك حسين في المباراة الأخيرة بأنه فيه تلاحم واتحاد وفيه أجواء جيدة جدا شفناها في كرسي الاحتياط وشفناها فوق أرضية الميدان تبشر بالخير بالنسبة للمستقبل المنتخب الجزائري مرل السؤال الثالث السلام عليكم حفيد الراجي حييك من موريتانيا اسمي بكرين والمحمد نامين اللقابة خالد عزيز السؤالي هو من هو رونالدو بالنسبير ككريستيان رونالدو سؤال الثالث أشعرف إذا نرد عليه مباشرة أو نرد على الإحاءات المرجوة منها ويتعلق بكريستيان رونالدو لا يمكن لأي واحد متابع اليوم للكرة في العالم أنه يقول شيء معاكس لما يعتقده الرأي العام عموما وما يعتقده الفنيون والرياضيون واللاعبون حول رونالدو يبقى بالنسبة لي وبالنسبة إليك ولي كل الناس واحد من أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ يصنف ضمن خانة كبار القوم منذ نشأة كرة القدم مع ذي الإضافة التي يمكن أن يضيفها على ككريستيان رونالدو أنه بلغ سن الأربعين وكأنه عمره أقل من ثلاثين سنة يقولها المدرب التاعو في المنتخب البرتغالي يقولها المدرب التاعو في نادي النصر ويقولها كل رياضي متابع للشأن الكرة والجميل في رونالدو أنه على مشارف الأربعين وما زال تقريبا وكأنه عشرين سنة في عمره فهو واحد من أعظم وأفضل المهاجمين على الصعيد العالمي لم يكن أفضلهم عندما نتكلم عن مهاجم وعن هداف الأرقام تتحدث عنه رونالدو هو رونالدو سؤال آخر يتعلق بالكورة الجزائرية كذلك حارم صالح من ولاية شلف دولة الجزائر حافظ الآخر حافظ الرجي لماذا لا تكون هناك لجنة تضم أهل الاختصاص وكبار الرياضيين من أجل منقشة اللجوء إليه بحالي ما يتستعصى الأمر عليهم مثل الحالة التي وقعت الاتحاد العاصمة الخارقة مع الفريق المغربي شكرا أنت قلتها بالمفهوم الصريح حديث عن لجنة للدفاع عن مصالح الكورة الجزائرية نسبة لما وقع في قضية فريق اتحاد العاصمة الموسم الماضي أعتقد بأنه هذا اللجان ممكن مش بنفس التسمية هي موجودة يسموها عادة لجان أزمات توجد في كل مكان في العالم في الكورة وفي السياسة وفي الكوانت الكبرى هذه موجودة وأعتقد أيضا بأنه في الجزائر سواء المستوى الأندية وحتى المستوى المنتخبات هي أيضا موجودة وكانت موجودة في قضية اتحاد العاصمة ممكن ليس بشكل رسمي لأن الاستشارات مع المعنيين ومع القانونيين ومع الرياضيين ومع الفنيين هي مستمرة ومتواضعة وهذا الإنسان الضعيف كان بين الناس الذين يستشعرون أحيانا في بعض الأمور من دون أن يتم الإعلان عن ذلك أما التعيين اللجنة هكذا والإعلان عنها فأعتقد بأنه لا يليقنا شخصيا فضل أنه نتعاون ونتعامل من دون أن يتم الإعلان عن ذلك فأعتقد بأنه على مستويات الوزارة والاتحاد والأندية في هذا النوع من لجان الأزمات تسمى ويتم استشارة لكثير من الأطراف للوصول إلى أفضل النتائج خررنا أنه في كل حلقة نحط لكم ونعطي لكم سر مش عفين أنا نوصفه سر إسلام يتحدث عن سر وأنا أتحدث عن محطة من محطات مشواري المهني السر اليوم حبيت نربطه بما تم تداولهم أخرى في وسائل التواصل الاجتماعي كان طلعي واحد الفيديو لما كنت نلعب في فريق مرودية اللزائر ووصلتني من خلاله أيضا الكثير من التساؤلات خاصة من الجيل اللي راح طالع اليوم من عمر 15 وعشرين وخمسة وعشرين وثلاثين سنة لا يذكر تمانينيات القرن الماضي طلع فيديو لما كنت نلعب في فريق مرودية اللزائر وفي مباراة المرودية اللزائر مع مرودية وهران أعتقد كانت في سبتمبر 1987 لقطة مع باللومي لما كان يلعب في فريق مرودية وهران من خلال هذا الفيديو حبيت نقول للكثير من الناس اللي في سن أقل من سني أنا سني حوالي 45 سنة فقط ففي سن أقل من سني لا يعرفون بأنه كنت للعب في المستوى العالي في فريق مرودية اللزائر لأعتقد مستوى هي فرصة باش نذكر بأنه أنا بديت مشواري رياضي كلعب كرة سلة كنت قصير القامة لعب كرة سلة لمدة خمس سنوات في حيي في الحراش وبعدين بعد كرة سلة طولت شوية هربت من كرة السلة رحت لكرة القدم لعبت في صنف أواسط وفي صنف أكابر في أندية من درجة ثالثة ورابعة خاصة على مستوى الحراش وبعدين في آخر مشواري لعبت في مرودية اللزائر موسم 87-88 مع لعبين مشهورين أنا داك على غرار قادري حارس دولي كان مرزقان كان علي بن شيخ كان جحمون كان بويش كان حوش كان بخاري أيضا لعب دولي في المنتخب العروسي سامهوني لما نذكرهم مش كلهم رشيد صبار كان لعب سابق في رايد القبة وبعدين في مولودية اللزائر كامل جحمون أعتقد ذكرته كياسيف كانوا لعبين كتر لعبت معاهم سنة واحدة وبعدين خطرت أنني نتفرغ لمهنة الأعلام كان عمري 23 سنة توقفت هذا هو السر من الأسرار توقفت عن ممارسة الكرة وعمري 23 سنة دخلت مجال الإعلام لأنه كان حلمي هو العمل في الإعلام والعمل أيضا في التلفزيون الجزائري فلذلك نقول دايما بأنه كنت محظوظ مقارنة بجيلي مقارنة بناس كانوا لعبين أفضل مني وكانوا صحفيين أفضل مني ممكن لم تتحلهم الفرصة التي وتيحت لي ولكن توقفت عن الكرة سنة 88 ودخلت المهنة سنة 88 واليوم تقريبا نواصل دعيف في الحساب أنا تقريبا 36 سنة مشوار مشوار كبير 35 سنة تقريبا مشوار المهني اللي رح نحكي لكم عن بعض أسراره في حلقات قادمة بإذن الله السلام